قالت البحرية الأمريكية اليوم أنها أطلقت عيارات تحذيرية لمنع ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أمريكيتين من الأسطول الخامس قرب مضيق هرمز الاستراتيجية وفي بيان صادرا عن مقر الأسطول الخامس في البحرين ذكرت البحرية الأمريكية أن الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب أمس الاثنين بطريقة غير آمنة وغير مهنية من السفينتين التي كانت تقومان بدورية روتينية لا تنكر البحرية الأمريكية ما جرى هنا لساعة من الزمن في منطقة الخليج تعلن بعد الحادث إطلاقها عيارات تحذيرية لمنع ثلاث زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أمريكيتين من الأسطول الخامس كان ذلك قرب مضيق هرمز الاستراتيجي تضيف البحرية الأمريكية أن الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب بطريقة غير آمنة وغير مهنية من السفينة يو اس اس سيروكو وسفينة النقل العسكرية يو اس ان اس شاكتو كونتي وقد كانت تقومان بدورية روتينية أحد تلك الزوارق اخترب بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأمريكية إشارات تحذير مسموعة ليست تلك أولى ما يقض هدوء مياه الخليج منذ فترة اهتزت مياهه بحوادث مماثلة بين زوارق الإيرانية والبحرية الأمريكية فقد تعرض عدد من السفن التجارية ونقلات النفط لهجمات وعمليات احتجاز في الأعوام الأخيرة تعكس التصعيد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران عدائية طهران في مياه الخليج كذلك تتهمها واشنطن يرافق تصعيد البحر تصعيد التوتر في الأسبوع الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية من بعد قرار غربي يدين طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية واغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خداي والكسف عن نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات والبحرين يضاف لكل ذلك تحليق القاذفات الأمريكية بي 52 والطائرات المقاتلة الإسرائيلية فوق الخليج تقرأها طهران حتى الآن على أنها حركات استعراضية وتضمها واشنطن وتل أبيب إلى جملة ما سيناقشه في جولة الرئيس بايدن الإقليمية لقرأة أوسع في هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني بحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيدة عباس هي ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التحركات التي تصفها واشنطن بالعدائية وحوادث أخرى سبقتها منها احتجاز سفن والتعدي على سفن تجارية ونقلات النفط رسالة ترى فيها واشنطن والدول الحلفاء لها بأنها خلخلة وتهديد لأمن البحار في أي سياق تضعها طهران كما قلت أنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه الأخبار ودعونا أن نعلم أنها منطقة تعيش فيها إيران والولايات المتحدة هي التي أتت إلى هذه المنطقة وهذا هو الذي يسبب التوتر من وقت لآخر فلا يمكن أن نقول أن المشاكل التي قد حدثت أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القوارب السريعة ولكن أيضا الطريقة التي حدثت بها أيضا مهمة ولم تستطع إيران والولايات المتحدة التفاهم في فينا والوصول إلى اتفاقية وقد مرروا قرارا في الوكالة التولية للطاقة السرية وأيضا اغتيال القائد الإيراني العسكري من قبل إسرائيل بضوء أخضر من الولايات المتحدة وأيضا كان هناك القضوات الأخرى التي اتتخذت على سبيل المثال العقوبات في إيران على طهران في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات وكل ذلك كان له ذلك أثر على التوتر ما بين الجانبين طيب بالنظر إلى نقطة بأن أمريكا هي التي جاءت إلى المحيط الأقليمي لطهران وما اعتبرته مبرر لأي تحركات من هذا النوع أيضا هذا يضعنا في نقطة بأنه لا يحق لطهران أيضا الاعتراض على أي استهدافات إسرائيلية لمخازن أسلحة أو قيادات إيرانية موجودة في سوريا لأنه هي أساسا طهرانية التي ذهبت إلى منطقة ليست تابعة لها هذا بالنسبة للنقطة التي ذكرتها في البداية وبالنسبة لما اعتبرته رد على توترات تتعلق بالملف النووي الإيراني هل فعلا ترقى إلى مستوى الرد؟ حسنا كما تعلمين الولايات المتحدة هي القوى الخارجية الكبيرة في المنطقة وفي الخليج الفارسي والقوات الأمن الإيرانية لا بد أن تتأكد من وجود الأمن استدبابه في المنطقة وأيضا الممرات المائية فإن وجود الولايات المتحدة في المنطقة هو الذي يسبب ذلك بالمقارنة السورية مع هذه المسألة فهما مسألتين مختلفتين تماما أن إيران تريد أن يكون هناك جيش سوري ليحارب الإرهاب وقد ذهبت هناك بطلب من الحكومة السورية لم تذهب بمفردها وإيران حاولت تساعد الجيش السوري على محاربة الإرهابيين هذا مختلف عن ما حدث في الخليج الفارسي تمام وأيضا أمريكا إذا كانت متواجدة هناك فهي متواجدة من الدول أيضا التي لها مصالح في مضيق هرموز وبطلب منها ولكن ما تعتبره واشنطن بأنه خلخلة وتهديد لأمن البحار في مضيق هرموز تحديدا الذي يعد شريان حيوي بالنسبة لإيران ألا تخشى طهراء من إجراءات أقوى أقصى إجراءات من نوع ما قد تعيق من استخدامها لهذا المضيق الأمريكيون لم يكنوا في المنطقة ليوم أو يومين لهم عقود هناك وقد حاولوا أن يخلقوا موقف يبيعون فيه الأسلحة في هذه المنطقة ويستثمروا ذلك وحاولوا العقوبات على إيران وحاولوا إيجاة تحالف ضد طهران لذلك يريدون البقاء في المنطقة وقد كلفهم ذلك الكثير فعلى الجانب الآخر وجدنا صعود الصين ولكن الحل لهذه المشاكل والمشاكل الإقليمية هو عن طريق الحوار الحوار ما بين الدول وهذا ما تتبناه إيران والحكومات السابقة في تهران ونؤكد وأكد على ذلك الحكومة الحالية الإيرانية التي تريد التعاون بشكل أبعد بالذات فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن مع الدول المجاورة والدول الإقليمية شكرا لك من طهران عباس أصلاني باحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية على هذه المشاركة معنا